إذن أختصره في ماذا؟ أعطينا الآن شيء نستمسك به لكي أستطيع أن يجاهد نفسي عمق عندك رصيد المحبة والذين آمنوا شدوا حبا لله عمق عندك رصيد المحبة أختمه بهذا بالنسبة لهذا هو الدواء هذا هو الدواء هذا هو الأمر الذي امتاز بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لقد رأيت لقد وفدت على الملوك وعلى كسره وعلى وعلى فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله على سيد محمد المحبة عمق في قلبك وفي قلب أبنائك محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اربطهم واربط نفسك به كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إيش أول وحدة أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الإمام السخاوي رحمه الله تعالى المحدث تلميث شيخ الإسلام بن عجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه يقول في كتابه النافع الماتع القول البديع في الصلاة على الشفيع الحبيب صلى الله على سيد محمد في الصلاة على الحبيب الشفيع ماذا يقول فيه يذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول أنه ينبغي أنك إذا لقيت إنسانا أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعندما تفارقه أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون الصلاة عليه وسلم حاضرة في المجلس إيش هذا الارتباط إذن أنا دائم الفكر والارتباط به صلى الله عليه وسلم هذه الحلقة المفقودة أو سأقول الناقصة أو التي ينبغي أن نزيل عنها ماذا؟ أن نزيل وأن نزيح عنها الغبار وأن نعيد تألقها وصفاءها في قلوبنا يا شيخ لذا نحول القيم إلى سلوك عليك بماذا؟ بأن تجاهد نفسك من خلال ماذا؟ أن تزيد رصيد المحبة في قلبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من خلال ماذا؟ الاكثار من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحبة الصالحين لا تصحب من لا ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله والحديث يطول 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 ولكن من تمسك بهذه الأمور بإذن الله تعالى تكفيه وتورق شجرة المحبة في قلبه وما أن تورق شجرة المحبة وما أن تورق شجرة المحبة في قلبك إلا وبإذن الله سترى كيف سيسهل عليك أن تحول القيم إلى سلوك يومي تعيشه، تستلذه، تعشقه، تزداد به من الله قربا ومن النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ودرجة